أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنذي للعزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هطل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مؤمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبسرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آسارهم وكل شيء نخصيناه فيما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الغريح إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تقيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا ذاب النليم قالوا ضائركم معكم أإذ ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتحذ من دونه آلهة من يردن الرحمن بظر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون إني ذا في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادحل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستحزن ألم يروا كم أحلكنا قبلهم من الغرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وحرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نحيل وأغناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من سمره وما عملت في أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأذواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وعاية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العظيذ العليم والقمر غدرناه منادل حتى آدك العرجون القديم للشمس ينبع لها أن تدرك الغمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعاية لهم أننا خملنا ذريتهم في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شع نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم من غذون إلا رحمة منا ومتاعا لنا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لغلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله غالى الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أندعم من لن يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأذهم بهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فانفح في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسنون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن ناس خاب الجنة اليوم في شغول فاكهون هم وأذباجهم في ظلال على الأغائك متكمون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام بولا من رب الرحيم وامتاذ اليوم أيها المجرمون ألم يعهد إليكم يا بني عدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سرات مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعظلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لغمسنا على أعينهم فاستبغوا الصغاة فأنا يفسرون ولو نشاء لمصحناهم على مكانتهم فما استقعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخيط أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وغرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها وكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف أفلا يشكرون واتحدوا من دون الله آلهة لغلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يغلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين فاضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العذام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمرهم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ترجمة نالسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر